بس خلينا نروح لأرض الملعب بسرعة محمد توفيق ولقاء مع أحد اللاعبين اللي عمل يعني نقل في أداء النادي أهل الفترة اللي فاته سواء دفاعيا أو هجوميا باستخدال إمكانياته والدور اللي بيوكله ليه مستر أجوستي بوش والنهارة طبعا كابتن أحمد الجرحي لقاء مع مروان سرحان فضلا محمد من جيد متواصل معك كابتن هايسة متحط الحضارة جديد في الكرام جمهورنا ديها في كل مكان بضم صوت لصوتك وأداء أكثر من رائع لما رأينا سرحان الفترة الأخيرة لعب أولاي اللعب كتير بيكون أداء أكثر من رائع بيفرم مع الفريق خاصة في الأوات الصعبة ألف أبروك الفوز النهاردة أداء أكثر من رائع المباراة الأولى والمباراة الثانية كان فيه تراجع شوية للأداء ولكن أعتقد خرقته بالأداء في اللي أنت عايزينها والنهار دا كانت بروفة قوية جدا للماتش التحية حبيبي ألف شكرا أوجد تحية لكابتن هيسم والنجوم في الستوديو كلهم طبعا النهاردة الماتش الثاني مع الزمالك يعني مش عز أقول إنه هو تحصيل حاصب بس هو إداء أفعتها مختلفة لما فرقة كنت تأهلت للسامين فهنا قررت أداء أفعتها مختلفة بس إحنا هو الشوتين كنا كويسين في الشوت الثالث الرتمي قال لخالص وديل كانت مفروضة للماتش اللي جاي السامين فهنا مع الاتحاد الماتش هيبقى صعبة طبعا بس زي ما أنت قلت أخدنا الأهداف اللي احنا عايزينها ومكسب والتأهل والطمينة عن الناس والناس كلها شكلها كويس وربنا يكرم مش عارف ماتش اللي جاي مباراة صعبة أمام الاتحاد يمكن كل البطولات وإنهاياتها الفترة الأخيرة أهل والاتحاد شايف المباراة ازاي خاصة في الظل دي الوقت النهاردة الجمعة على طول المباراة الثلاثة وفي مباراة بعدها الخميس هو بص إحنا على طول بنقول إن سواء قابلت الاتحاد أو الفرقة اللي بتنفسك عمتنا على الدوري سواء قابلتها في الفاينل سواء قابلتها في السمي فاينل مش هتفرق أنت كايكا لازم تعدي عشان تاخد البطولة فايكاكا مش هتفرق سمي فاينل من فاينل الاتحاد فرقة كبيرة لعبناهم كثير على مدار التالي السنين اللي فاتوا فإن شاء الله يعني حنتفرج على الأخطاء بتاعتنا الموطش ده الموطش اللي فات نتفرج أكيد على الموطش بطولة عربية لما لعبناهم وحنركز على نفسنا ركز على الدفنس بتاعنا إن ده اللي بيدينا البوش للوفنس ويدينا البوش لأننا نكسى الموطشات فإن شاء الله تبقى دوافع جديدة ومكسك بدي إن شاء الله ماروان سرحان بقى واحد من الركاز الأسافي للنادي الأهلي جمهور نادي الأهلي بقى كمان عنده ثقاف ماروان سرحان ووجوده في الملعب سواء دفعا أو هجومة زم كابتن هايزم قال ده يمثلك إيه ولقتك بجمهور نادي الأهلي والفترة جاتوا عيدهم بيه طبعا أول حاجة عيدهم بالمزيد من البطولات يعني ده حاجة أساسية بتغيرش عندنا في الفرقة والنادي الأهلي عمتا أنا على طلبة بشتغل نفسي عجد ثقافة الناس فيها وكوتش بيسوا كفية واللعيبة طبعا فدي حاجة كويسة جدا بتدي دافعة فإحنا في الأول آخر برضو مشتغل أزاي تيم وورك يعني فما تفرقش مين كان كويس ناردا أهم حاجة أنت بتعمل الحاجة المطلوبة منك عشان تفيد الفرقة سواء بقى ديفينز سواء بريبا ونسا يعني الحاجة اللي بتبقى الاسسايند ليك بالمفرون انت بتعملها عشان تساعد الفرقة وده اللي احنا بقالنا شغالين عليه بقالنا تلات سنين يعني فالحمد لله على الأداء والحمد لله على المكاسب وإن شاء الله وعد الجمهور بأن احنا نحق أول حاجة المرتبط وزي محق ما وعدناه بالسوبر عشان ننصالح الناس بالحصر في بداية السيزون بطلعة عربية والمواتش بتاع كسر العالم فإن شاء الله يعني مزيد من البطلات شكرا برهان ودائما موفى بإذن الأربعين شكرا لك كابتن هيسم دك اللي كانت مع مرهان سرحان وديك تغطيتنا وبرات الأهل والزمالك والصعود لدول الأربعة والعلامة كاملة أربعة من أربعة مبريات دائما يا رب الأهلي في انتصارات وبطلات ودائما يا رب النادي الأهلي رقم واحد كابتن هيسم تفضل محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا وأكيد بشكر كل الكروب قناة النادي الأهلي الموجود في أرض الملعب اللي اجتهدوا بشكل كبير وانت واحد من أمام محمد بشكركم شكرا جزيلا ودائما كده يعني متقلقين وحطيننا في قلب الحدث الحقيقة اللي عايز أشير لمرهان سرحان في حاجة أنه مروهان سرحان استوى يعني كلامه والطريقة اللي بيتكلم فيها والاستابلت اللي بيتكلم فيها دي فكر لعيب النادي الأهلي كسبه هو الراجل ده كان في اسموحه وجن نادي الأهلي يوم سنة بعد سنة بيتطور النهاردة الراجل بيقولك أنا بشتغل على نفسي فالكلمة دي تعني الكثير أنه عارف أنه عنده حاجات ويعني مشاكل أو نقاط كل العيد في الدنيا كده الحاجة التانية بيقولك بعمل اللي بيفيد فرقتي نلعب جماعي الراجل بيقولك هنكسب يعني النهاردة بدأ يعني استوى يعني دليل أو سبب النهاردة نعرف سبب الترانسفير اللي حصل مع مروهان سرحان المنتالي اللي انتو شايفينها هو بالكلم